اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو التقليد الاعمى او ان احنا بنكون مكتسبين رأينا مكتسبين كلامنا مكتسبين لبسنا مكتسبين قراءنا مكتسبين كل حاجة من حد تاني دي مشكلة كبيرة جدا ومشكلة موجودة عندنا لازم وكمان لحظنا في الفترة الاخيرة التقليد ده النوع التاني من التقليد وده المنتشر قوي 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 الفترة دي وهو مرحلة المراهقة المرحلة المراهقة دي بقى فيها تقليد كتير جدا خصوصا الشباب اللي دايما طالعين دلوقتي على السوشيال ميديا وموجودين في كل مكان وكلنا طبعا عارفين لكن لما جينا نبحث في الموضوع ونشوف ده أساسه فين لقينا ان الفيديوهات دي بيقلدوا نجوم وفنانين مشهورين برا في الغرب ربيين فبيصوروا كل تفاصيل حياتهم لدرجة كمانة ان احنا وصلنا يعني هما بيصوروا فيديوهات عادية بدنا تقبلها أحيانا لكن أحيانا بييجي فيديوهات بيصوروا حاجات ما ينفعش تتصور بيصوروا تفاصيل التفاصيل حاجات ما ينفعش ان هي تتصور حياتهم الشخصية زيادة عن اللزوم بتنزل كده للعالم كله هما بيقلدوا بدون وعي المواصلين الأوروبيين يعني مثلا مواصلة مشهورة ومعروفة كلنا عارفانها بتنزل بس هي عارفة هي بتعمل ايه معاها التيم بتاعها معاها فريق تصوير كويس بيكون في معاد سابق ان هما هيتصوروا الجزء ده او الفيديو ده بيكون في عندهم ادراك بداء وعارفين هما بيعملوا ايه لكن احنا عندنا الشباب بقوا بيقلدوا تقليد أعمى واخدينه اللي هو بيقلدوا لمجرد التقليد بينزلوا بكل التفاصيل اللي لها لازمة واللي ملهاش لازمة المفيدة واللي مش مفيدة مجرد انهم عايزين نتشهروا وخلاص بيتشهروا غلط او بيتشهروا صح مش فارق المهم ان احنا نتشهر وبيعدوا تماما عن التقليد والعادات المصرية او اللي في بلدنا احنا دوت ده شيء اصلا احنا لازم نقف عنده نقول استوب بقى كفية تقليد البنات يعني بيبقى في حاجات طبيعية في تقليد طبيعي بس ما بقاش مشكلة عندنا كمان الحتة بتاعة البنات تلاقي مثلا بنت اللي هو بتتجوز واحدة صحبتها تتجوزت فهي عايزة تتجوز لمجرد انها تبقى متجوزة زيها تتجوزت واحد مثلا اللي صحبتها تتجوزته في مستوى معين فهي عايزة تتجوز حد في نفس المستوى اللي صحبتها تتجوزته فده تقليد اعمى وممكن تكون اصلا هي العلاقة دي مش مبنية على حب ولا على تفاهم وعلاقة مش صحة اصلا بس هو لمجرد التقليد واحنا بنقضي نفسنا جامد جدا جدا واحنا مش وعيين لده بنقعد ده كمان بيقلل من ثقاطنا في نفسنا بيقلل من شكلنا بيقلل من ان احنا نقدر ناخد قرار احنا دايما اعتمديين بنقلد اي حاجة وخلاص الشكل اللبس ممكن تكون انت بتحب ستايل لبسه معين بس انت مش عارفة ان انت بتحب انت بسطة لوحدة معينة او لممثلة معينة او لأي حد معينة عشان انت تبقي زيها لمجرد ان انت تبقي زيها مش عارفة تبقي عندك شخصية مستقلة كمان في حاجة لما احنا بندخل ناخد كورسات او حاجة في مجال الاعلام وعامتا هي مش في جال الاعلام دايما كده كن نفسك لازم تكوني نفسك لازم تكوني انتي لازم تكوني شخصيتك يعني انتي تطلعي بحاجة مختلفة مش لازم تكوني نسخة موجودة كتير يعني نحاول ان احنا بقدر الامكان نقلل موضوع التقليد ندور في نفسنا نلاقي ان احنا عندنا حاجات احسن بكتير فينها كويسة عند ناس تانية يعني مثلا البنات الفئة دي الموضوع ده عندها في ليفي العالي جدا تلاقي التقليد ده عندهم اساس حياتهم اصلا اللي هو عيش حياتها واستيلها ولبسها وكلامها وقرأها وطريقتها وكل حاجة من خلال حد هي بص عليه قريبتها صحبتها ده طبعا غير ان انا معجبة بشخص او في شخص عنده حاجة كويسة فانا بتعلمها منه فانا يعني لا انا مش بعمل كده انا اللي هو ماشية ورا حياة حد واخد قراره واخد حياته بشكل معين انا ماشية وراه مفيش مش بشوف معنديش شخصية معنديش رأي معنديش اي حاجة خالص كمان العادات والتقاليد بدأنا ان نحرف تماما عن العادات والتقاليد بتاعتنا حتى في اللبس في الكلام في الستيل زي ما قلت في م 치ותר دلوقتي بقت نخليها الموضوع مفتوح جدا ونخليها الموضوع اللي هو نعمل اللي احنا عايزينه وفي اي وقت نقطة معنا الشرق لازم نحترم والازم نحترم العادات والتقاريد ونشوف اين ينسبنا احنا ونعمل اين ينسبنا احنا وبرضه يكون عندنا تفكير نفكر انا عايز اطلع ازاي عايز الشكل يكون عامل ازاي عايز لبسي يكون عامل ازاي شخصيتي انت تكون نفسك وانت تكوني نفسك وما نبصش لحد تقليد الغرب والدول الاوروبية هم حتى بيعملوه بطريقة صح مش عشوائية حياتهم الشخصية ما بتبقاش بالشكل ده لما هيعملوا فيديو وعارفين هم بيعملوه ازاي وامتا وليه وعشان ايه والهدف منه ايه وازاي يقدروا يجيبوا فيو عالي منه وبيكون حاجة مفيدة الوقت احنا ما بنقدمش مش كل المحتوى اللي بينزل على السوشيال ميديا بيكون محتوى مفيد او راقف للمشاهد اللي هيشوفه خالص احنا بنبقى قاعدين اللي هو اي حاجة اتنين قاعدين مع بعض بيتكلموا في اي تفاهة اي حاجة ملقاش اي لازمة ونطلع نتكلم والموضوع معنا مفيش مشكلة خالص عايزين بقى انا اعرف ازاي نقدر نتلاشى موضوع التقليد ازاي قدر نخف من الموضوع ده الشوء اول حاجة زي ما قلت ان احنا نتعامل اللي هو بنفسي انا عايزة ابقى انا مش عايزة ابقى حد تاني مش عايزة اخد من طريقة حد تاني او من شخصية حد تاني او من شكل حد تاني اول حاجة معنا ان احنا نحترم عادات وتقاليد مجتمعنا العربي ونحاول نحترم شخصيتنا وعقلنا ونحاول نعمل يعني شخصية نفسنا ازا كان في لبس او في كلام او في طريقة او في اي حاجة لازم ان احنا نكون احنا احنا وبس مش حد تاني غيرنا كن نفسك الجملة دي مش بنساها ابدا وانتو يعنيها مش في مجال الاعلام بس احنا لازم نمشي بالكلمة دي في كل حياتنا كن نفسك دي في كل حاجة في اختياراتك الموضوع مهم في حياتك في لبسك في شكلك في اختيارك في دخول اشخاص جداية حياتك في كل حاجة انت انسان عندك عقل اللي قدامك اللي انت بتقلده هو مش عندوش حاجة زيادة مش موجودة عندك فموضوع التقليل ده نخف منه وخصوصا البنات لما تقلدي حاجة نقلت حاجة كويسة نقلت حاجة نتعلم حاجة من حد كويسة ده مش عيب ده مش بعتبره التقليد المرضي او التقليد الاعمى اللي احنا منقلد واحنا مش عارفين الهدف منه ايه نقلد بهدف نقلد حاجة كويسة بقينا حد بيتكلم باسلوب كويس ايه المشكلة نتعلم منه نتكلم باسلوب كويس حد بيشتغل كويس او متميز في شغله نتعلم منه حد شاطر في شغله وحد في الدراسة وفي اي حاجة عن متن شخص انا وغداك كمثل اعلى في حاجات معينة ايه المشكلة كل القناع ان انت مقتنع بنفسك مقتنع بقراءك مقتنع بكل حاجة تاني حاجة عايز اقولها هو احنا نحمد ربنا على اللي في ادينا نحمد ربنا على اللي في ادينا ومنبصش لغينا في حرب نفسية انت ممكن تدخلها مع نفسك بسبب ان انت دايما داخل انت اللي عامل حرب دي مع نفسك سباق مع حد موجود في حياتك صحبك قريبك حد في الشغل انت عامل حرب داخلية انت بتحاربه عايز تبقى زيه عايز تبقى احسن منه عايز عايز انت بتدخل انت ارضب بنصيبك واردب اللي ربنا كتبولك ويكون عندك ثقة وامان ان اللي انت بتاخده او كارات اللي انت بتاخدها او الحياة بكل الحاجات اللي محيطة حواليك بيكون ده يعني اختيار ربنا واكيد اختيار ربنا عمو ما يكون غلط هو ده المناسب ليك او هو ده الاحسن ليك زي البنات تلاقي مثلا حد بيلبس حاجة معين راح اتقلده هو مش مناسب ليكي بزداد في الوان الشعر والعيون والحاجات لأ مش تقليده خلاص نشوف ايه المناسب لنا ايه الكويس علينا وعلى الاساس ده ان احنا نكمل ونختار حاجة كمان عايزين نقولها ان احنا يكون عندنا ثقة في ربنا وعندنا امان بالله ويكون عندنا ثقة في قرارات اللي احنا بناخدها ونكون وصقين قوي ان اللي ربنا كاتبون له هو ده الخير لينا وان هو ده المناسب لينا وهو ده اللي المفروض احنا نكون راضين ومقتنعين به مايبقاش كل طموحنا ان احنا عايزين نبقى زي حد او زي فلان لا مش صح واحية كمان عايزة اقولها ان احنا نهتم جدا 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 بتربية اولادنا اللي هم اغلى حاجة في حياتنا واغلى حاجة يعني عندنا ان احنا نقدر نربيهم انه هو نربي اطفالنا على انهم يكونوا شخصية قوية لنفسهم شخصية تقدر تعتمد على نفسها شخصية منفصلة ما تكونش بتقلد ما تكونش عندها يعني مهم يقلدوا الحاجة الكويسة يقدر ان هو يتخذ القرار لوحده يقدر يكون عنده ثقة في نفسه يقدر يكون شايرادي بقضاء ربنا او راضي بالحاجة اللي موجودة في حياته مايبقاش عامل صراع في نفسه عامل صراع مع نفسه ان هو سباق مع حد هو بيحارب اصلا مع نفسه ان هو عايز يكون احسن من الشخص ده او من الشخص ده احنا هي دي كانت فقرتنا الاولى معينا الفقرة التانية هنتكلم عن التربية الايجابية وازاي نقدر نربي اولادنا بشكل صح هيكون معي الاستاذة نورهان امين درس مساعد بكلية الدراسات العالية للطفولة جامعة عين شانس وهتكلم عن التربية الايجابية معناها ودوافعها ونتائجها خلونا نطلع فاصل كثير ونرجع عليكم مرة تانية اشتركوا في القناة